الفنان صابرين صابرين الفترة اللي فاتت كانت يعني حديث السوشال ميزيا طبعا لعيت الحجاب لأ لبست الحجاب لأ ما كانتش لفسها بتشوف ازاي الضغط النفسي طبعا أصنع الحديث طبعا عن اللجمة صابرين بتشوف ازاي الضغط النفسي اللي على الفنان يا أصوص خالد أنا رأيي شخصي أنه الوحد يشتري دماغه طالما ما بيعملش حاجة غلط وطالما أنه مقتنع بالله هو بيعمله يعني خلص انتهينا يعني محدش لي داخل بحد يعني صابرين على المستوى صابرين شغلت معي كتير واشتغلنا هنا واشتغلنا برة في اليونان واشتغلنا في كذا حتة جميلة جميلة جدا 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 إنسانة جميلة جدا وعلى خلق شديد وفنانة جميلة جدا 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 ليك موقف ما ما تنسهوش؟ لا في كتير احنا صابرين بول فلي موقف طيب والله ما أنا فاكر قوي يعني بس يعني في حاجات كتير خالص يعني إنما لما تيجي تعمل موقف معين ده دي حاجة بتاعتها يعني ما يصحش حتى لو فيه البعض بيعترض على حاجة بتاع ما ينفعش التجريح زي ما أنت بتقولي الكلام ده إنما هي فنانة جميلة جدا وكل واحد يعمل اللي هو عايزه يعني ما عندش طالما مش هيدر غيره والعلاقة مع ربنا دي بقتنا مع ربنا انتهينا زي بالزبط زي بالزبط الديانات أنا ما ليش داخل من اللي قدامي ده مسلم مسيحي بيعبد بقر ما ليش داخل خالص ده حاجة العلاقة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى أنا المهم عندي إن الإنسان ده كويس محترم بيتعامل بشكل جيد بيتعامل ما بيجذبش ما بيسرقش ما بيقتلش بيعمل كده إنما أنا ليس لي علاقة بديانته ما ليش علاقة العلاقة دي بين العبد وبين الرب فقط فربنا والعالم بإيه الجوانين مازمت